خليني أروح معاكي لنقطة أو سؤال أنا تسألته وعايزة أقوله لك يعني أسألك السؤال ده حد كان بيسألني يعني شخص بيتعامل بالشغل معانا يعني بس دخله على قده فكان بينقلك السؤال هل يقدر أي حد يشتري الدواء ده أو المشدواء يعني اللي هو مكمل الغذائي ده لو هو مرتبه عايزة أقول إيه يعني مرتبه ما يسمحش أنه هو يأكل أكل صحي ويشرب ميا كتير خلي بقى لحضرتك برضو من حاجة الأكل الصحي مكلف خلينا نبقى واضحين فهل أقدر أنا لو دخلي محدود جدا وما عنديش من الإمكانيات ولا الوقت أن أنا أكل أكل صحي أن أنا لو اشتريت مالتي فيتامين ده يعوضني عن الحاجات اللي جسمي محتاجها من الغذاء الطبيعي وكده آه طبعا هيعوضه جدا لأنه هو هيبقى محتاج يوميا فيتامين سي فيتامين بي للأسف موجود في اللحمة فزي ما قلت يعني ممكن يكون مثل الناس ما عندهش المقدرة يعني أنهم يأكلوا لحمة كتير ففايتامين بي موجود بلس أن عندي زينك وعندي نحاس وعندي فوليك أسد فهيبقى كويس جدا ليه عشان لو عايزي عزيز منعته لو عايزي عزيز طاقته لو هو بيصحى منه مثلا نشاطه مش قوي أقدر أن هو ياخد هذا المكمل الغذائي بعد الفطار هيلاقي طاقته ونشاطه في اليوم هيلاقي بيعرف يخلص النشاط خصوصا الناس في بعض الناس العاملة يعني شغل يكون مهلك شوية أو متعب شوية بيعودوا بالساعات ممكن يشتغل مثلا 15 ساعة أو 12 ساعة فده مهم قوي أن أنا زي الباور بدي باور لجسمي عشان يقدر يستمر من غير ما ييجي هبوط من غير ما ييجي فقر دم من غير ما ييجي قوي ليهم طبعا لأن كابسولة واحدة هيمدهم بكل الفيتامينز وسعره يا جماعة حلو جدا سعره مناسب قوي العبوة فيها 30 قرص بناخد أو 30 كابسولة بناخد كابسولة واحدة في اليوم هنقدر نعزز صحتنا هنقدر نعزز كفاءة دمنا هنقدر ندعم عظمنا لأنه برضو فيه كالسيوم فتدعيم العظم وتدعيم الطاقة ونحسن الموت بتاعنا يعني ساعات يقولوا لي ايه مثلا أنا مش عارفة ليه مثلا يا دكتور دينا ساعات بصحة مدي مش قوي عندي تقلبات مدية من أحد الأعراض نقص الفيتامينز والمينرالز فأكيد بنصح بهذا المكمل غداء الرائع اللي واخد ترخيص من سلامة الغداء اللي سعره مناسب لكل طبقات المجتمع فعلا بلا استثناء